اشتركوا في القناة اشتركوا في الصورة عبارة عن باكتات بلاستيكية لكن بيكون بلاستيك قوي طبعا عشان يتحمل النباتات وبيتم تعبئة الباكتات دي بالبيئات البيئة زي البتموس مثلا او البرلايت او نشارة الخشب او الفيرميكولايت او اي بيئة هنا مستخدمها في انتاج نبات الفراولة ولهز معايا ان الباكتات دي بتعلق على جدران الاسطح زي ما احنا شايفين وبيكون طبعا انتاجها عالي زي ما انت شايفين في المساحة الصغيرة دي مطلع نباتات بكمية كبيرة عندي كمان نظام الاجولة المعلقة ودي عبارة عن اجولة بلاستيكية برضو بيتم تعبئتها بالبيئة وبيتم تحميل او ربط الاجولة دي بحامل زي ما احنا شايفين في الصورة كده بتحمل على مثلا مصورة حديد او خشب او اي شيء يمنعها طبعا من السقوط الاسفل وبيتم الري في الاجولة المعلقة او في بكتات الجدار عن طريق خرطيم الري وخرطيم الري دي على فكرة رخيصة جدا ومتوفرة في الاسواق يعني مش صعب الحصول عليها عندي نظام المواسير على الجدار ودي عبارة عن المواسير البيفيسي اللي هي الاربع بوصة او الستة بوصة بستخدمها وبحملها على جدار السطح او على صور السطح بتاعي وبحط حوامل حديد كل واحد ونص متر بحط حامل تحت المصورة يعني المصورة لو طولها ستة متر فانا كل واحد ونص متر بحط تحتها حامل عشان امنع المصورة ان يحصل فيها تقوص وكمان براعي ان انا لما باجي اشتري المصورة دي ما يكونش فيها اي تقويص علشان اضمن ان المية تجري بشكل منتظم من النقطة العالية للنقطة المخفضة يعني انا في المصورة هنا بعمل ميول علشان انا بحط بوصة خرطيم الري في النقطة العالية يعني المصورة لو على ارتفاع متر نقطة البداية على ارتفاع متر ونقطة النهاية على ارتفاع 99 سنتي بسيب 1 سنتي ميول من الاول للاخر بحيث ان المية ترجع تاني هروي من النقطة العالية وتجري تاني وترجع على الخزان بتاعي نظام الفيلم المغزي او نظام ال NFT وده برضو انا بعتبره من افضل النظام للزراعات المكثفة هو النظام الماء العميق اللي احنا ذكرناه سابقا ونظام الفيلم المغزي بيتكون زي ما احنا شايفين من شبكة من الانبيب او مجموعة من المواسير البي في سي وحوامل بتحمل عليها المواسير دي وكمان خزان ومضخة لرفع المياه والمحلول المغزي وخراطيم الرفع طبعا موصلة بالمضخة والمواسير والتيمر لضبط التوقيت لان زي ما احنا قلنا جبل كده احنا بنظبط الطيمر يشتغل كل ساعتين ربع ساعة او كل تلت ساعات نص ساعة بيبتدي زي ما احنا شايفين في الصورة اهم ميول اللي بقول لكم عليه اللي بيكون في المسورة بنعمله من نقطة البداية لنقطة الرجوع ونهاية الميول دي بيحصل المياه بتطلع من الخزان عن طريق المضخة بتطلع للمسورة وبترجع مرة تاني وفي نظام الفيلم المغزي انا مش بحتاج مضخة اكسجين في الخزان لان المياه بيحصل لها تقليب بطبيعتها ان هي طالعة وبترجع تاني على الخزان فبيحصل طبعا تزويد للاكسجين بداخل المياه او تقليب للمياه بتاعت الخزان وده هنا تطبيقات او صور مختلفة للزراعة بنظام الفيتي لاحظ معا ان هنا حمل المواسير على خشب وفي الصورة التانية حمل المواسير على مواسير برضو بلاستيكية اي طريقة انا احمل بها المواسير عادي جدا متاحة لان انا اعملها هنا الزراعة بنظام الفيتي في قنوات مسطحة القاع برضو قنوات بلاستيكية مسطحة القاع مع مراعاة الميول من نقطة البداية لنقطة النهاية هنا تطبيق او شكل من اشكال الزراعة للخص تحت نظام الفيتي وممكن انا اعود الشكل دي اني اجيب المواسير البي في سي ليسي الطبوصة واكسمها نصين وارصوهم جنب بعض بالشكل دي واجي فوق منها احط الواح الفوم المجهزة باكواب النباتات زي ما ذكرنا سابقا في النظام الماء العميق زي بنجهز الاكواب دي احط من فوقها الاكواب وفيها النباتات بتاعتي واوصل الخراطيم الرئي عادي جدا عندي هنا كمان المزارع الهوائية او نظام الزراعة الهوائية وده يعتبر من اكثر النظم تطورا في الزراعة بدون تربة وهو اللي استخدمته وكالة ناسها لابحاث الفضاء في زراعتها او في ابحاثها على الزراعة بدون تربة النظام ده بيتم فيه امداد جزور النباتات بالمياه ومحلول مغزة عن طريق رشاشات افضل شكل من شكل الزراعة الهوائية او افضل شكل من اشكال الزراعة الهوائية نظام اسمه النظام الهرمي او المزارع هرمية الشكل ده عبارة عن هرم من الفوم او من البلاستيك بيكون مغلق تماما لاننا في نظام الزراعة الهوائية براعي ان ما فيش اي ضوء يوصل لجزور النباتات بداخل الهرم ده بيكون موجود فيه مصورة وفيها رشاشات الرشاشات دي بتشتغل تروي رأيه مباشر عن طريق الرزاز تروي الجزور او ترشي على الجزور كل خمس دقائق دقيقة او دقيقتين يعني بظبط التايمر بتاعي كل خمس دقائق يبتدي يرشي دقيقة لدقيقتين طيب قطر الرشاشات دي مايقلش عن 30 مايكرون ومايزيدش عن 100 مايكرون هنا عندي نظام زراعة الطماطم دي الطماطم الشري اللي هي العناقيد دي طبعا بيكون انتاجها عالي جدا كمان دي صورة تاني لانتهي الطماطم الشري هنا مستخدم الخيار برضه زارع خيار في نظم الزراعة بدون تربة وهنا استخدم الفراولة في نظام الابراج طبعا تكسيف عالي جدا زي ما احنا شايفين في مساحات صغيرة وهنا استخدم الزراعة في المواسير لانتاج نباتات الزينة الورد زي ما احنا شايفين في الصورة وهنا كمان اشكال مختلفة للحوامل اللي عاملها حوامل بلاستيكية او النظم المختلفة لاشكال مختلفة للزراعات في المواسير تعالوا نشوف سريعا تقسيم الزراعة بدون تربة حسب وسط النمو مرة تاني وايه الامثلة بتاعتها تنقسم الزراعة بدون تربة حسب وسط النمو للزراعة في بيئات او مخاليد بيئات وزراعة مائية وزراعة هوائية الزراعة في البيئات بتتمثل فيه نظام الطاولات أو الأصص أو الأعمدة أو بالات القش أو الصوف الصخري أو الزراعة في البكتات والأجولة المعلقة أما الزراعة المائية بتتمثل في صور زي النظام الماء العميق ونظام الفيلم المغذي أو الـ NFT والزراعة الهوائية المثال لها طبعا النظام الهرمي اللي احنا ذكرناه من شوية اشتركوا في القناة